ماذا يترتب عن إعراض العبد عن الدين وعن الغفلة وعن معرفة ربه وما له من الحقوق وتهاونه بذلك الشيء الصالح؟ ترتب عليه الخطر العظيم وهو الهلاك هذا الذي يوقع المشركين والكفار في نار جهنم وخابوا وخسروا دنياهم وآخرتهم هو أنهم لا يخافون من الله ويظنون هذه النعم أنها حق لهم على الله سبحانه وتعالى قال إنما أوتيته على علم عندي على علم أي أن الله يعلم أنني مستحق لهذا فأعطاني إياه ولم يعترف بفضل الله عليه فهذا من الغرور والعياذ بالله